الابراج الاكثر. وترتيب النهاردة انتو لو طلبتوه مني وهنتكلم الابراج الاكتر صعوبة في الحب. يعني مش سهل ان هي تعرف بحبها. مش سهل ان انت تعرف ان هي بتحبك ولا لأ. لان هم ابراج غمضة جدا جدا جدا. فهم بيبقوا صعبين جدا جدا في التعامل معاهم بالنسبة للموضوع الحب. قبل ما ابتدي في الفيديو بليس تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتتابعوني على الساشر ميديا على الانستجرام وعلى الفيسبوك وتقولولي انتو ايه رأيكم في الترتيب ده مهم جدا تقولولي انتو متفقين معايا في الترتيب ده ولا لأ. قولولي كمان بتفرج علي من فين وانتو برج ايه? وعندوكم كم سنة بتشتغلوا ايه? مهم جدا انت عرفوني كل المعلومات دي. طيب. اه حلوانا نقول بقى مين هما الابراج الاكتر صعوبة في الحب. يعني مش سهل يعترفوا بمشاعرهم ويبقوا غمضين كده وتبقى هتموت نفسك وتعرف هما بيحبوك ولا لأ وهم غمضين 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 غمضين. طيب في المركز الاخير او المركز الاثناشر يعني هو برج سهل جدا في الحب وبيعترف بالحب بسهولة ولطيف قوي 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 وجميل جدا جدا. برج قوس. برج قوس من الابراج الاول ما بتحبه هيجي يقولك هو برج صريح جدا. direct straight forward. فمش صعب لو هو بيحبك بجد هايبان وموضوع بقى سهل جدا جدا. فأنا بحب برج قوس في الحب. هو هيجي. هو ماشي كده مع نفسه يعني فاهمين اللي هو على طول هيجي يقولك ده بحبك قوي ده انا بموت فيك ده انا مش عارفة ايه فهو مش منه اللي بيخبي مشاعره خاص. اول ما هيحس هيجي يقولك على طول directly كده جمال قوي الناس. طيب برج القوس. ناس كلها زيهم. طيب ييجي بعد برج القوس على طول عندنا برج الحمل. برج الحمل برضو من الابراج اللي اول ما هتحبها هيجي يقولك على طول وهو اصلا متهور ومتسرع. ويعني بسرعة جدا جدا عايز يجي يقولك وهايبقى عايز يماشي المواضيع بالسرعة وفاجأة ترتبطه ومش مسلا يعني ممكن يكون متعرفة عليك النهاردة وعايزكم ترتبطه مبارح. ايدي هو ده برج الحمل. فهم الابراج المتسرع جدا جدا. هو بيقع في الحب بسهولة بيعترف بسهولة وكل حاجة عنده بسهولة. مع ان هو برج التينك يعني بس هو يعني متسرعين عايزين يلا بسرعة 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 وهاكزا وهاكزا وهاكزا. فيبقى تاني برج عندكو برج عندنا برج الحمل. يجي بعد برج الحمل على طول برج هوائي وهو برج الدلو. برج الدلو برضو من الابراج اللي اول ما هيحبك هيبدأ يغير عليك هيبان عليه. مش من نوع اللي هيتأخر هو بينجز يعني بيجيب من الاخر. وهيشو انترست يعني هو هيبان انترست ممكن ما يعترف لكش او يبقى غامض شوية ويستنك انت تعترف. بس انت هتعرف مش هيبقى صعبه خالص. يعني انت هيبان اهتمامه. هيبان غيرته. هيبان بتاعه. في برج الدلو من الابراج برضو ما بتعرفش تمثل ولا بتعرف تتأخر. فاول ما هيحبك ويعجب بيك هتلاقي على طول دايرك ليه انت فهمته وحسيت ان هو معجب بيك وبيحبك وحاجات كتيرة جدا في برج الدلو من الابراج الثالثة في الحب او السهلة في الحب. ما انه غامض على فكرة الا ان هو ما تقدرش تفهمه. بس هو لو حب بيعترف يعني بيدلق يعني. بيجي بعد برج الدلو برج الميزان. برج الميزان برضو من الابراج الاول ما بتحب على طول بتتدلق برضو. يعني برج الميزان لو حابك النهاردة وحاس ان هو بيحبك بيجات ممكن تانية ويجي يعترف لك. مش هيمثل مش هيعد يتأخر. بس برج الميزان الست بتحب بتستنى اللي قدام هيعترفك. والراجل يحب يتأكد يعني هو هيجي اعترف لك وانس ان هو يحاس ان فيه كامستري ما بين كنتو الاتنين. يعني ان انت كمان معجب بيه زي ما هو معجب بيك. سعيت على طول هيجي اعترف لك. بس برج الميزان من الابراجل اللي بتعترف بسرعة. وبيبان عليها الحب بسرعة ومش صعبة خالص. بالعكس هو برج رومانسي وعايز عيش رومانسي. وعايز تحب ويحبك بسرعة جدا 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 يعني. يجي بعد برج الميزان برج مائي. اول برج مائي يظهر معانه بزغروطة بقى يا جماعة. برج مائي يظهر معانه برج الحوت. برج الحوت رومانسي. رومانسي. رومانسي لحد من هنا لحد ثلاثة اربعة خمس عشر تيام جايين. فاول ما برج الحوت هيحس ان هو بيحبك هيبدأ يغير عليك هيبدأ يا مش عايزك تعمل اي حاجة لما ترجع له وهيحترف لك وهيقولك ان هو بيحبك جدا وهي ويجيب لك هيا كتير وهيهتم بيك قوي قوي هويفضل يكلمك صبح وضهر وعصر ومغرب وبالليل وكل الاوقات. آآ في برج الحوت من الابراج بيتدلق جدا في الحب هو رومانسي وعايش من اجل الحب وللحب وكل حية. برج الحوت من الابراج السهلة جدا في الحب وهو اصلا اهم حاجة في حياته الحب. طيب نيجي بعد كده برج في حات بقولي السرطان ده انتوا هتتفاجئوا دلوقتي. آآ برج هيجي عند كده بعديها برج آآ احنا قولنا ابراج الهواء اه جوزاء. برج الجوزاء برضو من الابراج المش صعبة خالص في الحب برج السهلة جدا جدا. واول ما هيحبك هيجي اعترف لك بمنتهى السلاسب ومنتهى القرب ومنتهى هو مصر اهو بس هيبقى متردد يعني هو هيجي يقول لك بس هو بينه من نفسك. طيب يطلب يحبه ولا لأ ممكن يحبك ويكرهك عادي بس هو هيجي اعترف لك وهيجي يقول لك وآآ على طول هبعايز يخرج معاك وعايز يشوفك على طول ويكلم معاك. فهو برج من الابراج اللي بتباين نشعارها اول ما تبتحس فيهم مش برج صعب خالص خالص. جينا بقى الابراج صعبة يعني خلاص خلاص يعترض يقول لي تحت بيعترض ليه على ترتيبه اوك خلاص نحن بقى الابراج السهل هندخل في الابراج الصعوبة ما فيه ثلاثة صعبين قوي الباقي كله تمام يعني طيب بعد برج الجوزاء هندخل عندنا في بور بفكر بفكر اسد الاسد خلاص وسطي بقى يعني يعتبر صعب شوية برج الاسد تنك شوية ومغرور وعارف ان هو عارس قيمة نفسه قوي قوي اه وعارف حسس بامته وحسس بنفسه برج الاسد من الابراج الصعبة في الحب خليونا نقول ان هم مش من الابراج اللي بتعترف بسرعة جدا ان هي بتحبه اه لا بيت قال شوية وتبقى هتتجن وصرفه بيحبك ولا لأ طب هو موجب بيك ولا لأ طب ايه مشاعره من ناحيتك بس هم مش برج سهل لاعترافه بالحب خالص يعني هو برج صعب شوية بس هو وسط فيه ابراج صعب منه بكتير قوي 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 بس برج الاسد ان هو هيعترف لك بحبه هتلاقي يعني برميل رومانسية وانفجر في وشك يعني بس هو اصلا غيور جدا يعني انت هتبدأ تحسن هو موجب بيك من طريق الغيرة وان هو بتحكم في طريقة لبسك وتحكم في طريقة كلامك وخروجك ومين صخابك فدي خاجة بس اللي ممكن تحسسك شوية طيب نيجي بعد كده عندنا برج الاحنا خلاصة كده صعب جدا ان هم يعترفوا بمشاعرهم يجي بعد كده عندنا برج العقرب برج العقرب برج غامض جدا صعب في الحب صعب جدا جدا وهو اصلا برج يعني متعدد العلاقات وبيحب الحب فهو يعني انت ستبقى هتتجنن وتارفك وبيحبك ولا لا طب هو موجب بيه ولا لا طب هو بيحبني بجد ولا لا طب بيغير علي ولا بيغير على ناس كلها طب هو بيهتم بيه ولا بيهتم بالناس كلها فهيجننك في الحب فهو برج صعب بصراحة يعني طيب يجي عندنا يبقى برج يبقى في طوب فور نيجي بقى للطوب فري وهما او برج العقرب معلش صور يا جبا ما فيه حاجة بس تلغبطت فيه ولازم اقولوك عليها لا صح ماشي اوكي يجي بعد برج العقرب بيجي الطور برج الطور برج تقيل قوي قوي راسي 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 عائل 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 فصعب جدا ان هو يعترف لك بحب وهيفضل يفكر كتير قوي وهيفضل يمخمخ ويفكر ويتأكد ويبقى مش هيجي يقولك لما يكون متأكد مليون في المية وفكر تسعين الف مرة ان هو بيحبك ولا لا وان هو يقدر يستغنى عنك ولا لا بس اول ما يعترف لك يبقى رومانسي قوي دباديب 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 بقلوب 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 يعني هو رومانسي على فكرة جدا بس يعني صعب وقوع في الحب مش سهل يقوع في الحب يعني هو مش سهل مش بيحب على نفسه يعني يجي بعد كده عندنا توب ثري اقصى على ثلاث ابراج في الاعتراف والحب والوقوع في الحب وكل حاجة في الدنيا اه في المرتبة في المرتبة التالتة مش عارفة هما قريبين جدا من بعض يا جماعة يعني هما اعتبر نفس الترتيب معنا بورج واحد برقم واحد ده اللي صعب جدا يعني الاتنين يعني الاتنين دولة تاني طيب في المرتبة التالتة بورج السرطان اف 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 بورج السرطان ده بورج صعب جدا جدا في الحب وما بيحبش بسهولة بيحبش بجد يعني هو ممكن يعرف ناس كتير ويصاحب ناس كتير 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 بس يحب بجد ناس قولها قوي قوي برج السرطان الابراج اللي صعبة ومش بيعترف بالحب بسهولة ومش بيعترف بمشاعره وساكت وسن كده وساكت وتبقى تتجنن طب يا ترى بيحبني طب يا ترى معجبية طب يا ترى هو بيتعامل معايا كدلي طب يا ترى ومبينش مشاعره مبينش ردود افعاله وصعب 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 الله يكون فعون اي حد يا جماعة عنده كراش على برج السرطان وخاصة في اول 5-6-7-8-9 صور حد ما اعترفه بحبه والمسكره انها يكون ممكن يكون معجبية جدا بيحبك جدا جدا من مجيش يقولك ومش هيبقى لينك مشاعره وهتتجنن تتجنن منه يعني نيجي بعد كده عندنا برج الااااااا اول مقرر بقى برج العزراء برج العزراء من الابراج اللي صعبة جدا جدا اني هتحب ان هم متبرفقش اللوفر اصلا مش هيلاقوا حد يعجبهم وده مصيبة صودة ان برج العزراء كلهم ما يلاقي حد تمام جدا ان احد معجب بيقول لا لا مش ده فرس احلام انا عايز حاجة احسن وافهم. فدايما بيدور على المثالية وبيدور على البرفكشن فبورج العزراء مش سهل يقع في الحب. بلاس كمان مع ان هو عنده صحاب كتير وتماعي جدا لما بيقع بالحب هو بتكسف فبتلي ما بيعترفش ما بيتكلمش كتير ما بيقولش. ممكن يبينك ان هو بيحبك بافعاله بس مش هيقولك بسهول ان هو اه بيحبك وان هو معجب بيك وتقيل قوي 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 برج العزراء يعني انت هتقول عليه بارد بصراحة يعني انت انا بقولك هو انت هتعترفوا هتقولوا ان برج العزراء هيكاد يكون بارد. الا ان هو مش بارد خالص بس هو بيتدعي البرود. اول بقى ما تخشش معاه كده وتعرفه كويس تحس ان هو شخص مش بارد عكس تماما البرود. نيجي بقى بالمركز الاول وابجدارة ويكتسح الجميع بقى في الصعوبة في الحب. ويا لهو. ويا سواد لهو اللي هيحب البرج ده هو برج الجدي. برج الجدي يا جماعة هو البرج التينك. البرج المغرور. البرج اللي شايف نفسه ان هو مش لقي اي حد لحقه. وعشان يحب حد لازم يبقى حد واو واو واو. برج الجدي من الابراج اللي ممكن يكون بيحبك وبيموت فيك وبيعشعك ومش هيحسسك ان هو بيحبك. ولا هيقول لك وممكن يفضل يعرفك سنين سنين هو بيحبك بس مش هيجي يقولك. عادي جدا جدا مع الجدي. ما تنبهرش. الموضوع مش صعب. فبرج الجدي من الابراج اللي صعب وفي الحب وصعب هتعترف بالحب وصعبين جدا جدا. ومستهلين ابدا ابدا. وبرج لا برج صعب بصراحة يعني. الا ان هو بيخبي مشاعره. ما بيتكلمش كتير. زي وزي السرطان كده برضو على فكرة. ومشكلة الجدي ان هو لما يجي يفضل بك يجي عايز يتجوزك على طول هو مش عايز ولا بيحب اللف ولا بتدوران خالص بيبقى عايز علاقة جدية على طول. انا بحبك على طول اول ما عارفك تعرف ان هو بيشتغلك وبيضحك عليك. وجدي على فكرة من هو اللي ما بيحبش العب المشاعة لان هو مش عاطفي اصلا ومش خساء. وحساس وعاطفي بس ونار وكل حق وناري جدا في وطفه. الا ان هو ما بيبينش. اه فبرج الجدي من الابراج اللي بتاخد وقتها بتاخد وقتها كتير كتير كتير. قولول يا جماعة انتم رأيكم ايه في الاعتراف ده وخاصة الناس اللي هما سرطان وعزراء والجد. فقولولي ايه رأيكم? وقولولي انتم فعلا شايفين الكلام صح ولا لا? والمعترض برضي قولي معترض ليه? بس انا ده ترتيبي يعني ده اللي انا شايفان من خلال دراستي للابراج وعلم الابراج وعلم الفلك انا شايفان دول الابراج السهلة. تحية بقى الابراج السهلة في الحب. تحية البرج القصر اللي بحبه قوي قوي. تحية البرج الدلو برج عموري ابني. تحية البرج اللي احنا قلنا ده حمل اللطيف الجميل الرومانسي قوي قوي. تحية البرج الحوت. تحية الابراج السهلة دي جميلة او يا جماعة. الله يكون فوانيكو يا جماعة. اي حد والله عزيم. وطبط من الابراج الخامسة الصعبين. اللي هما عقرب وطور. وعقرب. طور. عزراء. سرطان. وجد. ربنا معاكم. وتحية مني لكل ان انتم ربنا يعني ان شاء بيابتليكم. ربنا يصبركم يا جماعة. شكرا بحبكو جدا جدا. بليز عايزين اوصل الفيديو ده لمليون المشاهدة. وعايزين اوصل الفيديو مئة الف لايك. بليز تابعوني على قناتين الجداد اللي هما. يعني مش انا بس اللي بتكلم فيهم. لا في قناة هي وهو بالعرب والبانجلش. ستركوا لينكات تخ. وكمان قناة ربيع موراد بس هو الاسم كتاب بالغلط. جيت اكتبها الرشا موراد كتاب ربيع. اه ما تنسوش. تعملوا لايك في الفيديو عشان لايك يوصل اكبر عدد من الناس. واعملوا شاء للابراج الصعبة اللي في الحب اللي انتم تتعرفون. وكمان ما تنسوش. تابعوني على سوشال ميديا الانستغرام وفيسبوك. شكرون باي باي.